اعلم أيها الزوج أن للزوجة حق وأن للزوجة حرية في تصرفها في مالها قال الله تعالى لمن أراد أن يعطي المال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم هذا إن كان في حق اليتيم فهو في حق المرأة المرأة في الإسلام لها حق التملك وحق التصرف وحق البيع وحق الشراء وحق الهبة وحق الصدقة كل هذا لها لأن النساء شقائق الرجال وأعلم عبد الله أن أغلب المشاكل في البيوت هي بسبب المال إما أن يقتر عليها في النفقة أو يريد أن يأخذ منها مالها